لو عندك فكرة تطبيق وعايز تعمله وتحصل على كود البرمجة بتاعه وانت ما عندكش اي خبرة خالص في البرمجة تقدر تعمل ده النهاردة باستخدام جوجل بيلد لصناعة التطبيقات في الفيديو ده انا هعلمك ازاي تحول فكرتك ايا كانت الى تطبيق حقيقي وتحصل على كود البرمجة بتاعه كمان تقدر تحصل على الرابط تشاركه مع اصدقائك عشان يستخدموا البرنامج او المتابعين بتوعك او الناس اللي انت عايزهم يوصلوا للبرنامج تقدر تشارك التطبيق معاهم ويستخدموه بشكل مجاني بالكامل كل ده بدون اي خبرة برمجية مسبقة باستخدام احدى ادوات جوجل المجانية اللي بتساعدك في بناء التطبيقات باستخدام الزكاء الاصطناعي ففي الفيديو ده خلنا نتعرف على ادات جوجل بيلد المتاحة بشكل مجاني ولكن بعد الانترو السلام عليكم انا احمد ودي قناة منستر للمعلوميات لو اول مرة تتفرج على القناة بتاعتنا اتأكد انك عمل لايك واشتراك في القناة عشان تتابع كل جديد عن ادوات ومواقع الزكاء الاصطناعي المجانية اللي هتطورك في مجالات مختلفة ولو مهتم بالمجال التقني اكيد طبعا لازم ان تكون مشترك في القناة بتاعتنا واخلينا مباشرة نبدأ في الشرح في البداية هنحتاج نتوجه الى موقع AI Studio اللي هسيب لك الرابط بتاعه في اول تعليق مسبت واللي هينقنا على الاداة هنا مباشرة جوجل مش بس توقفت على الميديا لا كمان بتحلك انك تعمل برامج وتطبيقات وتعطيك الكود الكامل بتاعها بدون اي خبرة مسبقة في البرمجة يعني لو عندك اي فكرة التطبيق بتقدر تكتب البرمجة هنا وهو يحاوله لك لتطبيق مجاشرة وتستخدمه في الحاجة اللي انت عاوزها ومن امثلة التطبيقات اللي انا شاركتها معاكو في جروب التليجرام هو تطبيق يقدر ينسخ لك اي صورة واعمل لك الصورة بتاعتك بنفس الهيكل لو ضغطنا على الرابط بتاعها طبعا هو بيعطيك الرابط وتقدر تشاركه مع الناس ده تطبيق كامل معمول بدون اي تدخل برمجة مني فقط وجهت الزكاء للصناع ان هو هيعمل الحاجة اللي انا عايزها يعني على سبيل مثال التطبيق ده بتقول له ارفع الصورة اللي انت عايزها او النمط اللي انت عايزه وهو بترفع له صورتك كمان وبيولد لك الصورة الجديدة بنفس النمط الاولاني يعني مثلا لو رفعنا الصورة دي وبعد كده هرفع له صورتي وهطلب منه بعد كده يعمل لي انشاء صورة جديدة لو ضغطت على انشاء صورة النمط ممكن تكتب لهنا البرومة اللي انت محتاجه عشان يحاولهولك لكن انا هضغط على انشاء صورة جديدة هو مباشرة هيقوم باستخراج تعليمات الصورة دي او البرومة المستخدم في الصورة دي ويطبقوا على الصورة دي عشان يطلع الصورة دي بنفس التصميم الاولاني اللي احنا شفناه طبعا هو مش يطلع typical مية في المية ولكن هيطلع بالنسبة كبيرة قريب منه بعد اللحظات وديد للصورة بالشكل ده هو نفس الشخصية لكن لبسه نظارة لبسه نفس التشيرت حط ورا منه نفس الحاجات اللي هي بالازرق واللون البنفسيجي في ازرق ده ويطلع لي كمان البرومة بتاعها تقدر بعد كده تعمل تحميل طبعا هسيب لكم رابط التطبيق ده تقدروا تجربوه وتستخدموه بشكل مجاني بالكامل وهو متاح على جيميناي بنفس الاسلوب ده انت تقدر تعمل بتعمل برامج لحاجات تانية كتير وكل دي برامج معمولة بالفعل من مستخدمين تانيين هنا بيزهر التطبيقات اللي انت عملتها وهنا بيوريك التطبيقات دي كلها طبعا هنا تقدر تكتب البرومت اللي انت محتاجه وتقدر تستعين بشات جي بيتي في ان هو يكتب لك البرومت اللي انت محتاجه لانشاء التطبيق ويقترح عليك بعض الدعديلات اللي انت اضيفها في البرنامج بتاعك وبعد كده لو رجعت تعمل على تقدر تضيف البرومت بتاعك كده بالشكل ده انا طبعا جبت البرومت وضفته له هنا بعد كده اضغط على كلمة رن طبعا البرومت تقدر تكتب باللغة العربية او باللغة الانجليزية وهو هيقدر يحلل البرومت اللي انت كاتبه وكمان ما تقلقش انت بعد ما تعمل البرنامج تقدر تطلب اي تعديلات او اي اخطاء ظهرت تقدر تقول له يعدلها لك او يحزفها لك او يضيف لك حاجات تانية جديدة الموضوع سهل وبسيط جدا اللي بيطلع لك في البرنامج بتاعك ده وتاخدوا الصورة وكود بتاعه وتستخدمه في انشاء موقع جاهز مباشرة بدون الحاجة برضو لاي خبرة وهنا بيظهر لك المعينة للتعديلات والاكواد وهو بينشئها هو بينشئ الفايلات الخاصة بالاداة وبيقوم بالرات بينهم بشكل تلقائي وبيكتب لك الاكواد كلها كمان هيكتاح لك ان انت تحمل الاكواد دي كلها عشان ترفعها على استضافة الخاصة بيك لو انت عايز تستخدمه فيما بعدك اداة مستقلة او موقع مستقل خاص بيك او تقدر ترفعهم على استضافة خاصة بيك وتنشئ الموقع الخاص بيك بالكود المكتوب الزكال الصناعي طبعا انا دلوقتي بنشئلكو اداة تقدر استخدمها في انشاء تعديلات على الصور بشكل لا نهائي باستخدام نانو بنانا بشكل بسيط جدا داخل الاداة انا هنتظر لحد ما ينتهي من انشاء الاداة ونجربها مع بعض في خلال لحظات انتهى من انشاء الاداة وده طبعا القود اولي لها انت ممكن تطلب منه بعد كده اي تعديلات وهو هيضفها لك كلها لك انت ترفع الصورة اللي انت محتاجها واللي يكون مثلا الصورة دي وبعد كده تقول له انا عايز اعمل تعديل زي مثلا تحسين الجودة او ازالة الخلفية او تحسين الوجه او كمان تقدر تختار اي ستايل من دول وهو هيحاول لك الصورة لي يعني مثلا لانا اخترت ستايل الانيمي وبعد كده اضغط على ابلاي هيحاول لك الصورة دي لشكل انيمي دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين قام مباشرة بتغيير الوجه الى انيمي طبعا لو انا طرد اضغطيه له ايشيل لي برضو الخلفية كل ده بدون اي خبرة وبدون ما نعود اكتب بروميت واقعود اكتب حاجات وكلام من ده مباشرة الصورة تشالت خلفيتها واقدر اعمل دول لود هتتحمل بدون خلفية كان اقدر اضغط على فيس ان هانز عشان يحسن جودة الصورة رفع جودة الصورة شوية خليها زي ما يكون متسهارة بفلتر على الانستجرام طبعا لو طلطت منه اي تعديلات تانية يعني مثلا اقول له خلي الاداة باللغة العربية خلي الاداة ظهرة بالكامل بالعربية الفصحة عشان اي حد عربي يقدر يستخدمها بسهولة مباشرة هيقوم بتعديلات دي كلها على البرنامج او على التطبيق ويحولوا للغة العربية وهكذا بقى تقدر تطلب منه اي تعديلات او يضيف حاجة او يغير الالوان او يشيل حاجة من مكانها ويوديها في المكان التاني هيقدر يعملها لك بشكل بسيط وبضغطة زر زي ما انتم شايفين كده زي ما حدركوا شايفين عكس اتجاه البرنامج وخلاه باللغة العربية زي ما حدركوا شايفين بقى الناحية دي تقدر ترفع اي صورة وهتلاقيها ظهرة بالشكل ده وتقدر تستخدم اي حاجة في التعديلات ومباشرة هيديك التعديل هنا بضغطة زر طب لو حبيت شارك التطبيق ده مع اصحابك تقدر تضغط على علامة share app اللي ظهرها فوق هنا بعد كده تضغط على save عشان يحفظ كل التغييرات وبعد كده هديك الرابط ده تقدر تاخد الرابط ده وترسله لأي حاجة او ممكن تضغط على advanced share permissions وتحدد مشاركة مع اي شخص لديه الرابط عشان يقدر يوصل للبرنامج كمان تقدر تعمل هنا على publish your app عشان يتنشر في مستودع التطبيقات اللي تم انشاءها زي التطبيقات اللي احنا شفناها دلوقتي في الواجهة وإحنا بنشرح كمان تقدر تضغط على ده اللود اب عشان تحمل البرنامج عندك ويحمل لك جميع الاكواد بتنزل لك في ملف مضغوط بالشكل ده فيه كل حاجة تم استخدامها وجميع الاكواد اللي انت محتاجها والايكونات اللي هو استخدمها عشان لو انت حابب ترفع التطبيق او تستخدمه كمشروع وتعدل عليه او ترفعه كموقع مستقلة على استضافة خاصة بيك وبكده يبقى احنا تعرفنا على الاهم خاصية موجودة في جوجل AI studio وهي انشاء التطبيقات طبعا هنا بتظهر لك اليور اي ابس على طول اللي انت عملتها بتلاقي اي تطبيق انت عملته موجود هنا على طول حتى لو انت مشارطوش للناس كلها وفي النهاية اتمنى تكون استفدت من الفيديو لو فعلا استفدت من الفيديو ما تبخلش علي بلايك للفيديو ده واشتراك في القناة واسيب تعليق لو عندك سؤال او عندك اقتراح او حابب تستفسر عن اي حاجة وحابب اشكر الاعضاء اللي انضموا في القناة بتاعتنا شكرا لكو جدا بالاضافة انك هتلاقي على القناة بتاعتنا شرح كامل لجميع ادوات جوجل لو انت حابب تتعرف على ادوات جوجل المجانية بازك الاصطناعي بتقدر تستخدمها بشكل مجاني بالكامل كمان هتلاقي على القناة شرحات لتفعيل جوجل برو لمدة سنة وتفعيل بريبوكستي برو برضو لمدة سنة وهتلاقي ادوات تانية كتيرة واتمنى اكون استفدت من الفيديو كان معكم احمد من قناة منستر المعلومات وسلام وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر للمعلومات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة